شارك سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لوزراء الكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون والذي عقد في الرياضة وقد تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع الربط المائي حيث أكد سعادة الوزير أنه تم توقيع عقد دراسة الربط المائي مع شركة أرتليا الاستشارية وأن الدراسة التي قامت بها الشركة للمشروع ستغطي دولة الكويت وجزءا من منطقتين الرياض والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشمالية من سلطنة عمان وأكد سعادة الوزير أن الوزراء اتفقوا كمرحلة أولى على تنفيذ الربط المائي الثنائي بين الدول الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة لدول المجلس وفقا لبرنامج زمني محدد اليوم هو اجتماع استثنائي لوزراء الكهرباء والماء لدراسة مشروع الربط المائي بالتفصيل وكيفية تنفيذ هذه الدراسة وبعدين اللجنة الوزارية للكهرباء والماء ترفع توصياتها إلى الأمانة العامة وبدورها ترفعها إلى المجلس الوزاري وبعدها يرفع لأصحاب الجلالة والسمو قادم